كل ما يشهده العراق اليوم من كوارث سياسية واقتصادية لها أساس ممنهج وأدوات رسمت خطوطها الأولى ولكل لعبة رأس حرب يتفنن بها رأس حرب الفساد في العراق نوري المالك الذي قالت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه أكثر من ساهم في تفشي الفساد خلال سنوات حكمه عبر تأسيس شبكات تولت سرقة المال العام ومفاصل أمنية مهمتها تثبيت أركان الحكم الطائفي والترويج للمشروع الإيراني التوسعي ومن المالكي تعلم زعماء الكتل والميليشيات أساليب سرقة الأموال حتى قدر المال المنهوب بشكل مباشر بحسب نيويورك تايمز بـ 300 مليار دولار تم إداعها في بنوك خارج العراق أهم مجموعة الفساد كما ذكرت الصحيفة الأمريكية التيار الصدري وميليشيا بدر وبعض الأحزاب الكردية النافذة طرق نهب الأموال تتنوع وتتعدد أشكالها وأهمها على الإطلاق عمليات التهريب وإرادات المنافذ عمليات الاختلاس من موازنات الوزارات والصفقات المالية مع الشركات الأجنبية فضلا عن أدنى طرق الله في وراء جمع الثروة كبيع المخدرات والإتجار بالبشر وابتزاز أهالي المعتقلين والخطف وطلب الفدية من أهالي المخطوف وكلما تعمقت تجربة الأحزاب والميليشيات في الحكم الفاسد اكتشفت فنون جديدة للسرق والنهب حتى سبق المتنفذون في هذه الفترة معلميهم في هذا المجال كما أن مراقبة مؤشر الفساد العالمي تكشف حضار العراق السريع في تصنيف النزاهة وبات في أوائل الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم ولم يعد هناك شيء ينقذ البلاد إلا الثورة الوطنية ولا خيار غيرها في إنصاف فقراء العراق ومنحهم استحقاقهم من خيرات بلادهم وثرواته التي أضخمت الساسة وداعميهم وتركت لبقية الشعب الحصرة والحرمان